برعاية كريمة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية نظمت مؤسسة خليفة بن زايد النهيان للأعمال الإنسانية حفل الزواج الجماعي السادس لصالح 886 الشابا وبهذه المناسبة أشهد سمو الشيخ ناصر بالدعم الكبير الذي يحظى به العمل الإنساني الخيري في المملكة من لدني حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والذي يعتبر الداعم الأول للعمل الخيري والإنساني في الببلكة نوات لنحو 500 أسرة بحرينية تكونت لكي تزدهر وتنمو وتبدأ حياتها وتنثر عبيرها وعطاءها لوطنها في ظل دعم مستمر ومتواصل من القيادة الحكيمة لجميع فئات المجتمع حفل الزواج الجماعي السادس الذي تنظمه مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية جاءت أكيدا على هذا المبدأ الذي يسهم في رعاية تكوين الأسرة البحرينية ودعم الشباب المتزوجين في بداية حياتهم وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة راعي الحفل الحرص على الوقوف مع الشباب في بداية حياتهم ومساندتهم في سبيل توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد الشعب البحريني الكريم أحمد ربي أن شبنا هالفرحة في عيون الشباب والمعاريس الفرحة التي يزرعها سيدي جلالة الملك فنشكره على رعايته للخير والسعادة أتمنى للمعاريس حياة زوجية سعيدة الجمع الغفير في حفل الزواج الجماعي السادس الذي تنظمه مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية ما هو إلا جزء يسير من حصيلة المستفيدين من الدعم الذي تقدمه هذه المؤسسة العريقة لأشقائها في مملكة البحرين الذي نتجاوز 2600 شاب وشابة ويترجم بصدق عمق الروابط والعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة اليوم كان أكبر عدد ما شاء الله مصد خليفة بدت بتنظيم الحفل الزواج الجماعي في مملكة البحرين الشقيقة الأخواننا وأهلنا وأشقائنا في مملكة البحرين كان الحفل الزواج الجماعي الأول في عام 2012 وأذكر أن الرقم كان 222 اليوم مصد ما شاء الله ضاعف العدد إلى 888 ونتمنى إن شاء الله هذا العدد تزيد العوام القادمة نشكر مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية على هاللغتة طيبة الكريمة نشكرهم عني وعن جميع أخواني اليوم معي أوجه الشكر الجزيل أيضا حق غياداتنا في مملكة البحرين بتعاونها مع مثل المؤسسات الخيرية اللي يقومون فيها الأعمال الإنسانية أشكر مؤسسة خليفة بن زايد الإنسانية الأعمال الخيرية على هدعمها المتواصل للزواج الجماعي السادس في مملكة البحرين وهذا الشرف الطيبة هالمبادرة الطيبة اللي قاعد يساونا خدمة المتزوجين واليعانة لهم على الزواج هذه اندلدل على الترابط المجتمعي الموجود بينهم نشكر الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا على هذه التعاون نشكر مملكة البحرين سمو الشيخ ناصر بن حمد على توجيه الدائم في هذا المجال نشكر القياد الرشيد على نظرتهم هذه اندلدل على حرصهم على دعم الشباب حرصهم على استمرار هذا الشيء في الخير تنظيم مثل هذا الحفل ليعكس صورة دعم الاستقرار الاجتماعي لمجتمع البحريني ومشاركة المواطنين أفراحهم من سباتهم المختلفة من منطلق العائلة الواحدة التي تربط المجتمع البحريني مما يعزز دور شراكة المجتمعية والعمل يدا واحدة للمساهمة في بناء الأسرة الصالحة التي تساهم في بناء وخدمة مملكتنا الغالية أحمد لبلوشي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين